السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ حالة تانية من حالات الصنار. آآ واكشولي دي كده متابعة تاع حالة آآ سابقة. ده كان آآ طرف عنده خمسطاشر آآ سنة. جاي فلوق. هو ده واقعيا الحالة رقم ميتين تلاتة وسبعين. اللي كانت تستيكلر تورشن. اكيوت تستيكلر آآ تورشن. ويجري بسرعة على عمليات وكده. بس لما جالي كان فيه ديفرانس في الاكوجينيستي آآ بتاعت الرايت تستي. الليفت هي النورمال والرايت هي اللي كان فيها مشكلة. ده جاي لي بعد آآ اعتقد اسبوعين ولا حاجة. بعد الدي تورشن آآ بروسيدر. الليفت تستيس غلاص نورمال. الرايت واضح انها انهوموجينس. ما يمكن حادي. ده بوسط اوبراتف تشينجز. ماشي. اللي سكين ايديمة. برضو بوسط اوبراتف تشينجز. سكين وسبكوتينيس ايديمة. كل ده بوسط اوبراتف تشينجز. هات اللي بقى التستيس. ايه الاخبار? الابر بول? تعال نرجع للأوريجينال ستادي. الابر بول كان هوموجينس برينكما واللوهور بول كان واضح انه هو هايبو اوكايك. دلوقتي الابر بول بعد الدي تورشن والفولو اوب. ايه ده ده هايبر فاسكولر هو ده اوكايكس لا يعني ريبر فيوشن آآ هايبريمي. اما اللوهور بول اللوهور بول على الرغم ما فيوش هيدروجيناتي قوي لكن اسكيميك. واضح جدا ان اللوهور بول سيجنيفكا الاسكيميك. كيبه في عندي ري اكتف هايبريميا او ري برفيوجين هايبريميا في الابر بول. اللوهور بول ده واقعين كنا اتاخرنا عليه شوية. فدي كده الفاسكولاريت بتاع الابر ودي بتاعة اللوهور بول اكشولي ده داخل كده ايه في انفورشن. دي واحدة من ضمن الكمبليكيشنز اللي ممكن نشوفها بعد الدي تورشن. احيانا بلاقي التستس كلها كويسة. احيانا بلاقي فيه سجمنتل انفورشن. احيانا بلاقي التستس كلها بدأت تدخل فيه اتروفيك مرة وراء تانية وراء التالية. نعم تمام? فالفولو اوب مهم للحالات اللي زي كده. مش نعمل دي تورشن وخلاص على كده. لا فولو اوب از مسيساري. تابعوا الحالة دي دي ميتين تلاتة وسبعين. ميتين تلاتة والتمانين. علشان تعرفوا الفولو اوب والفيت باك بتاعتها وكده. يلا بالتوفيق ان شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.